السلام عليكم كيف دايرين لبس عليكم تمنا تكونوا بخير ان شاء الله معكم لطيفة من القناة شوات اوملينا اليوم ان شاء الله غضي نهضروا على موضوع زوين بزاف انتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم اذا اللي عجبكم مع عليكم ان لا تدروا لايك وما تنساوش يلوكس اول مرة تضلوا القناة الاشتراك وتفعيل الجرسة باش يبصلكم دائما الجديد اذا بالنسبة لهذا الفيديو غضي نهضروا على اشياء اللي غضي تعاوننا على الحرق اه ديال الدهون اه بالنسبة للناس اللي كيدروا الصيام المتقدع بالنسبة لهذا المواد انا غضي هنا بالنسبة المواد كان كينزوج المواد او الى ثلاثة اللي عاونتني بزاف ومنها حبوب الشياء اذا اه هنا على الفيديو اه غضيت اه جبت لكم هالمعلومات من جوجل يعني ما شي من عندي من جوجل لانه مصادر يعني متوقفية وهذا اه هاد المعلومات صحيحة بزاف بزاف كان عارفه بانه الشياء كتشاهية بانه عندها فوائد كتير بزاف ديجة الشياء هي كلمات ديال القوة يعني كتعطينا القوة والقوة مني كتجي كتجي من دوك الخمسة الاضعاف الكالسيوم اللي فيها بحلف الحليب وهذا اه فيها ثلاثة الاضعاف ديال اوميغا تخوة فيها ضعفين ديال الاليا فيها خمسات الاضعاف ديال الماكنيزيوم اللي اللي لقوهم فليزيبينا ولا السبانخ فيها بزاف 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 ديال الفوائد ومنها اه ايضا انها كتعاون اولا كتحسك بانك يشبع انا سويا كبيرة يعني مدة ثلاثة ولا اربعة سويا كتحسب انك يشبع على اذا اه بالنسبة للشياء بتاك انها كتعاون سحب السكر الناس اللي حوامي اللي قدروا ياخدوها الناس اللي فيهم السكر اللي فيهم الكوليستيرول بالعكس ان الناس اللي فيهم الكوليستيرول كتحسنوا السكر في الدم بالنسبة للامراض للقلب اللي ينجيكم بالنسبة للامراض ديال السكاري الكوليستيرول مهم فيها فوائد كثيرة انا كان هدرا في نفس الوقت غادي نخليليكم المعلومات اللي لقيتها في جوجل يعني هاد المعلومات مجبتاش معندي ومعلومات صحيحة وانتمنى انكم تستفدوا منها ايضا بالنسبة لهذا الوصفة هادي اول شي هو انا غادي نستعمل فيها واحد المادة اخرى اللي معروفة وعندها فوائد تايا كثيرة بالنسبة للحبوب الشياء هي هادرا وليتها لكم هادرت لكم فيها فيديوهات كثيرة ان شاء الله نخلي لكم روابط اسفل هاد الفيديو هي كتكون بحالة شكل هادا صغير وراء لون ديالها كحل وبيض وكتتقرمش بحل جنجلان ايضا بالنسبة للمكوين ثاني وهو الكوركومة الكوركومة معروف عليها انا كتساعد في حرق الدهون كتقلل من من سرعة نمول خلايا ديال السرطان ايه كتعاون في الكوليستيرول كتعاون حتى في البرد يعني من يكون فينا البرد كتعاون وهذا النهار هادا اللي كنت كنت نسجل فيه الفيديو حضروا عليه في التلفازة ديال التلفازة الفرنسية تافأة قلب انه عندها فوائد كثيرة لدرجة انه الناس كياخدوها كمبخيمة او لا قراس ولا ادوية باش يستفدوا من الفوائد ديال الكوركومة اذا احنا عنا الكوركومة او الخرقهم البلدي ايه لا بغينا نقولوا هكا وما كنستغلوش يعني انا ده بكن طيب به دائما اه في كل طياب كنطيب به اذا رجعوا للوصفة بالنسبة لهات الوصفة هادي انا اهنا غادي نعطيكم اللي كندير انا ومتوما غادي نعطيكم عبتاك شنو بغي لا بغيتوا ديرو حالة اخرى هنا كناخد معلقة كبيرة ديال حبوبشية او لا خمسة حتى ديال حبوبشية وكناخد اربع معلقة اه صغيرة ديال الكوركومة بالنسبة لهاتي الكمية هادي انا كندير كنديرها زوج مرات في النهار يعني كندير هادي في الصباح وكندير عاوتك نفس الكمية في العشية بغيتوا تديرو ضعف يعني مرة واحدة تشربوها تقدروا تديرو زوج معلقة كبار ديال حبوبشية وربع معلقة ديال الكوركومة ماشي مشكل هادي غي اضافة باش نستفدو من الخرقوم البلدي وسافي يعني مالشية عندها مفعول اكتر من الخرقوم البلدي وسافي كنديرو الماء بحالات الشكل هذا يعنينا غادي نشرب هادا كما قدت لكم في الصباح كنديرو بحالكة وغادي نخليه واحد تقريبا واحد نص ساعة حتى الساعة نغطيه و نخليه من بعد نساعة او لساعة سوف ترى كيف سوف يرجع هذا الشيء شوفوا فين كاينة التحت غيش ويش و الماء بثاف من بعد انا نخلي ساعة تقدروا تخليه حتى الساعة ماشي مشكل مرة انا نساه هنا شوفوا ها هي حبوبشية تنفخات قدي نوري لكم عن قرب اي تنفخات كما كنت شوفوا هادي إلا شربناها يعني المعدة دجرة غادي تنفخ فيها عاد تزيد تنفخ الى تنفخات يعني غادي نحسوا بان انا شبعانين ما غادش نقلبه في الماكلة انا كان اخدها كان اخد في الصباح مور الفطور كان اخدها و كان اخدها عودة كمور الغداء هكا باش ما كان حش بالجوع يعني و كان نضم الوقس ديالي كان فطر كان تغدا والعشاء دائما نقيم مضانون ولا تفاحة أنا هنا غادي نشربه كله كان شربه ما عندوش ماداق عفونا سمحولي بدأ البرد كيدخول يعني سافر ما عندوش شي ماداق و يعني تقدروا تشربوه بسهولة بالنسبة الوصفة التانية هي وصفة حتى هي كتعاون على حرق الدهون وهي سكينجبير معروف ومشهور سكينجبير والحامض ولكن خصنا غين استعملوهم مزيان يعني لا عرفنا كيفاش نستعملوهم و كونو ديري النظام عاوتاك باش يرفع داك الميتابوليزم ديال الحرق أرا غادي نستفدو منو أما إلا ما استعملنا مش كيف كيف نقولوه مزيان ما كيلاش ناخدوهم أنا غادي نولي لكم هاد اتاي كي ضعف و يعني تيقوني أنا هنا غادي ناخد سكينجبير طري واحد الحامضة متوسطة صغرامة كبيرة مهم غادي نشوفوه مع بعض و اتاي خضر اه اذا ما عندكم شهادات قدروا استعملو داك اتاي ديال الصاشيات اللي كيتباع عادي و بريقة ولا غل اه عفوان غليلا بريقة ولا براد ولا كاس و نديرو فيه صفايا اه من بعد نصفهم يعني نقدروا نديرو في براد عادي ديالنا ديال المغرب اللي كنديرو فيه اتاي نديرو في بريقة و الماء خصو يكون طايب بحل اللي غادي نعمروا اتاي ديال المغرب اذا هنا شا غادي نديروه؟ اولا انا غادي ناخد هاد سكينجبير و غادي ننقيه هنا بالنسبة للسكينجبير ما تاخدوش بزاف انا غادي ننقيه وهنا السكينجبير نتحكم ما تنقيه انا هنا كنحيدو هادو كتروفا خسكم تنجروه بحلات شكل هادا يعني هي تنجروه تحيدو اذيك القشرة الفوقانية يلاحقش الى قشرتوه غادي يشي كله غادي يمشي صافي هنا كان اخد حكاكا وكنحكو باش ذاك الماء يخرج منو ونستافد من الماء وكل شي لاحقاش لادرتو غادي هكاك ما كيلاش غادي تجيني غير ريحة اما ذاك الفوائي ديالو ما غاديش تجيني اذا هنا يا كنحكو عفوان باش يخرج منو هاداك بداك الماء ديالو ومن بعض غادي نديرو في الصفايا اذا كما قلت لكم ماشي تاكلوا اليدام تاكلوا المقلي تاكلوا يعني اي حاجة الحلاوة وديروا مع هادش تقولوا مضعفيناش لا خصيكون نظام خصيكون نظام وتبعدوا على الحواج اللي يضرو الجسم ديالنا في جميع ماء لا تاكلوا هكو 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 ما نصحكمش به سفيك ناخد هاداك سكينجبير ونحاول انا نخرج منو هاداك الماء باش ينزل منو الماء ولكن هاداك الماء اللي 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 اني بعدين نزلي في البراد وغادي ناخد هادك الحامضة وغادي نستفد من العصر ديالها ولكن خلص نستفد حتى من القشرة هذا القشرة لكي تحيد الماضاق المجهد سكينجبير لأنه سكينجبير كان حار لكي نستفيد من الفيتامين سي ومعا كما قلت لكم دابل برد نحن نحتاجين الفيتامين سي بزاف لا يمكن ان تقشر او لا تحيد القشور عادي تقشر الحامضة انا هنا كنحكها بحالة شكل هذا باش تعطيني يعني المفعول كتر اذا بالنسبة لهادئتي هذا هادئتي راه كيعاون على حرق دهون ديال الكرش هادك الاول حبوبشية كيعاون انكم يسد شاهية يعني ما غديش تقلبوا في الماكلة ساعات وساعات اما هذا غديعونكم باش اللي عندو الكرش صدقوني انا ما عنديش الكرش يعني بهذا المشروب هادا ما عنديش الكرش ولكن اخصكم الدوم عليه ماشي غي نهار او لا يومين خص على الاقل واحد زوج اتمرت نرجع الوصفة انا هنيزت واحد معلقة صغيرة ديال الشاي الاخضر ماشي الشاي الاسود اللي كانستعمله فقتي العادي ديالنا ديال المغرب لما كانش عندكم هادا خدوا صاشيات ديال اتاي وديروا واحد صاشية فالهاج البراد هنا كنزيدو عليه الماء يكون طايب غليان بحال كان عمروه اتاي المغربي يكون طايب مزيان كنخويو عليه الماء وكان نغطيوه وكان نخليوه المده ديال عشرة دقايق كيبقى مغطي كانت شبرات صغيرة ولا بريقة صغيرة ولا كالصغيرة خمسة دقايق يكفي باش يبقى سخون وهاك نستفدو منو يعني نشربوه هو دافي باش يعاون على الحرق ديال الدهن ولكن كما كان قولوه كان عاود خسيكون نظام ماشي ناكلو هاك وهاك ودهون والمقلي وهذا ونقولو اه هاد شربت هذا المشروب مدى اللي يوالو لا خسيكون نظام غدا اينا كلو داكشي اللي محتاجينو اللي محتاجو الجسم ديالنا ماشي اللي ما محتاجوش واللي غادي زيدنا المشاكيل ويغلطنا نبعدو منو اه بالنسبة للحامضة اللي خليت انا هنا يا عصرتها إلا كانت حامضة كبيرة ديروه انص حامضة إلا كانت حامضة صغيرة او لم تتوسط بحال هادي ديروها كاملة بالنسبة للحامض اه ما تديروهش في اللول خليوه كما شفتنا خليتها رتاح عشرة دقيقة عدرتوه علش باش نستفدو الفوائد ديال الحامض إلا درناه في اللول في الماسخون المطيب صافي يعني ما بقى عندو احتشي فائدة غادي يقتل هاداك الفيتامين اللي فيه الفيتامين سي وما غادي نستفدو به احتشي حاجة هادي يكون عنا الماداق حامض ولكن ما معناش الفائدة إذا هنا كيما قلت لكم كي نحويج يعني كنعرفوا بأنهم كي عاونوا وأنهم كي يضعفوا ولكن إلا ما عرفناش نستعملوهم ما عندهم شي فائدة نهائيا كنشربوهم وصافي يعني هادشي اللي كاين بالنسبة للحامض كيما قلت لكم ضروري ما تدروه في الأخر صافي كاتخليه وغاية ما كاملش دقيقة يعني غاية بما جمعتو هادا صافيو كاتبداو كاتشربو هنا غادي تبداو كاتشربو راف الفنجال تالت ولا الكاس تالت كي يبدأ الحرق ديال الدهن يعني ما تشربوش الفنجال لولو الكاس الولو تقولوا اه صافي را غادي نخليه حتلي لا اخسكم تشربو على الأقل ثلاثة ديال الكيسان يكونوا دافين تشربو وترتاحو ورا ما عندوش مدى قحار ولا را غادي تولفو به غادي يجيكم عادي وما تبقى ما غاديش تستغنو عليه انا هذا ما بقىش نستغنو عليه كما قلت لكم كان فطر كنديرو كنديرو كنخدم شغلي وكننشرب نخدم شغلي ونشرب وفي الليل عبتك كندير نفس الشيء في الليل قبل ما كان نعسكا كنشرب فيه صافي حتى كنسة لهم جمرة تعد كنزي تيزان اخرى من مورا اه اذا هذا هو المشروب نتمنى انه يكون يعني افادكم وغادي يفيدكم ان شاء الله الى داومتو عليها راه في الشهر غادي تبليكم النتيجة يعني في خلال شهر ما شيف سيمال الاولى لكن في خلال شهر غادي تبلي نتيجة على الكرش ديالكم اه يعني بتجربة وان شاء الله رضو عليها الخبار في التعليقات انا دا بغادي ندوز غادي نقول لكم شحال نزلت او شحال نقصت في الوزن بالنسبة لمع السيام المتقطع ومع هاد المشروب اللي كان شربوه والمشروب ديال حبوبشي اللي كي يسد شهية اه انا يا انا يا نقصت 800 قرام في زوج سيمانات اهنا قادي تقول لي اه 800 قرام في شهر نقصت كيلو ونص مزيانة لي حيث انا ما بغيش نقص وزن بزاف الى كان عندي وزن بزاف غادي نقص بزاف حيث عليش غادي تكون شحمة بزاف غادي تهود غادي تحس بها غادي تشوفوا الفرق بالنسبة لي انا ما عنديش يعني بزاف مزيانة لي ويعني هاد شهر تقدروا تطيحو ثلاثة كيلو اولا هاد شي ما كاين بالنسبة المشروب ديال السد شهية والمشروب اللي كي يحرق دهون ديال الكارش نتمنى انه يكون فادكم ونتمنى انكم تكونوا استفتوا من البروغرام كامل اللي اعطيتوا لكم ديات سيم متقطع والفيديوهات كامل يراهم كينين نشكركم وان شاء الله تخليوا لي تعليقاتكم واش حال طيحتوا واش كملتوا واش قدرتوا واش ما قدرتوش نتمنى تعليقاتكم في اسفل هاد الفيديو ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله كل واحدة توصل الوزن اللي كتبغي ولي بغيه تلا وفريوسكم وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله بسلامة باي باي